نحن ندرك أن الله عز وجل ابتل الناس بالخير وابتلاهم بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي فواتح سورة العنكبوت قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناو بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين والمراد من هذه المقدمة أن الله عز وجل يبتلي بالخير يبتلي بالشر يبتلي بالفتن والفتن قد تكون عامة وقد تكون خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الناس بالشرع وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أردف ذات يوم الصحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه وكلنا يعلم الحديث الشريف الذي أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر بقوله ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر هذا الصحابي الجليل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهما مقبلان على مدينته المباركة وبلده الطاهر فقال صلى الله عليه وسلم له كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف قال قلت الله ورسوله أعلم ما اختار الله لي ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم له عليك بالصبر ثم قال له يا أبا ذر كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى لا تستطيع أن تعود من مسجدك إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك قال قلت الله ورسوله أعلم وما اختار الله لي ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم له عليك بالعفة ثم قال له صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر وقتلا يصيب الناس وقتلا يصيب الناس قال قلت الله ورسوله أعلم وما اختار الله لي ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم الحق بمن أنت منه الحق بمن أنت منه قال قلت يا رسول الله أفلا أأخذ سيفي وأضرب به من فعل هذا قال إذن شاركت القوم أو قال إذن شاركت القوم إذن ثم قال له صلى الله عليه قال يا رسول الله فماذا أفعل قال أدخل بيتك قال يا رسول الله فإن دخل بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم إن خفت عن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود في باب الفتن والملاحم يبين لنا أمورا عدة أن الفتن منها ما يكون خاصة ومنها ما يكون عامة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فتن عامة والفتن العامة أعظمها بلا شك خروج الدجال قال عليه الصلاة والسلام ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر فتنا ثلاثة قال في الأول كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف معنى موتا يصيب الناس أشبه ما يعرف بالوباء يهلك الناس هل هذا الحديث يتحدث عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رجح بعض العلماء هذا لما ورد في بعض روايات الإمام البغوي رحمه الله في الحديث أن ذلك يحدث في المدينة وقال بعض من المقصود به العام الذي قد يقع في بعض الأقطار فقال صلى الله عليه وسلم كيف أنت وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف الوصيف المملوك الخادم ومعنى يقوم البيت بالوصيف اختلف العلماء فيه لكن من المعاني المقربة التي قال بها بعض أهل الفضل أن كثرة الموت في الناس تجعل البيوت خالية لا أحد يسكنها فيصبح الإنسان يبيع البيت ليشتري عبدا خادما مملوكا له لأن الحاجة إلى الخادم تصبح في ذلكم الزمان عياذا بالله أشد من الحاجة إلى البيوت لأن البيوت الموت الذي أصاب الناس وكاد أن يفنيهم لا يجعل البيوت تلك مسكونة فلا يصبح الرجل في حاجة إلى بيت قدر ما يكون في حاجة إلى خادم هذا أحد تأويلات الحديث وقال بعض أهل العلم إن المراد من الحديث أن المقصود بالبيت هنا القبر المقصود بالبيت هنا القبر والمعنى أن الإنسان لا تجد أحدا يحفر قبرا إلا إذا أعطي خادما مملوكا والأصل أن أجرة من يحفر القبور أدنى من ذلك بكثير لكن لكثرة الموت يحتاج الناس إلى من يحفرون القبور فلهذا قال يقوم البيت بالوصيف أو يباع البيت بالوصيف الألفاظ الحديث قد لا تساعد على هذا المعنى إذا أخذنا يباع أو أخذنا يقوم لكن بعض أهل العلم يقول إنه ورد مدرجا في الحديث قوله أي القبر يعني من أحد الرواع الذين فهموا الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذرن رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمراد هنا أن هذه فتنة عامة تصيب الناس بالهلاك كالوباء والطواعين وأمثالها التي تعم أحيانا في الأرض في أهلك الناس بها ما الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال له فعليك بالصبر عليك بالصبر هو في كل فتنة يصيه بشيء صلوات الله وسلامه عليه فلما أتى عند فتنة الموت أوصاه بالصبر لأن الإنسان ليس هينا عليه أن يفقد من حوله ليس هينا عليه أن يفقد من حوله فيلتزم الإنسان هناك الصبر حتى يبوء برحمة من الله عز وجل وفضل وربنا عز وجل يقول في آية محكمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المؤتدون فجعل الله عز وجل الابتلا بالنقص إذا استرجع العبد وآب إلى ربه ثوابه أن الله تبارك وتعالى ينزل صلواته ورحماته على ذلك العبد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المؤتدون هذا في النقص اليسير المألوف الذي يجري عادة فكيف بالأمر العام الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه وموتا يصيب الناس ومعلوم أن الناس لن يسلموا من الموت لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن بلاء عام قد يكون المراد أنه يصيب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يحدث هذا في آخر الزمان أو قد يكون حدث دون أن يدونه التاريخ وأن كان هذا بعيدا أو يكون المراد أمرا عاما في شتى الأقطار هذه الحالة الأولى ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف أنت يا أبا ذر وجوعا يصيب الناس وجوعا يصيب الناس حتى لا تصدع أن تعود من مسجدك إلى فراشك ولا أن تقوم من فراشك إلى مسجدك أي أن هذا الجوعا يصيب الناس بالوهن والضعف لقلة ما يطعمون لقلة ما يطعمون ومن قال من أهل العلم أن هذا قد يكون به المراد عام الرمادة الذي كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نقول هذا بعيد لأن عام الرمادة من دون أحداثه وذكر أيامه لم يبلغ بالناس ذلكم الحد أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم من فراش إلى المسجد ولا أن يعود من المسجد إلى الفراش هذا قطعا لم يقع في عام الرمادة الذي ظهر فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في أبهى حلوله في أبهى حلوله حتى قال له بعض العراب لما انكشفت الغمة وانجل الهم قال له لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة يمدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهذا استطراد في القول لكن فلنعد بما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في هذه الفتنة قال عليك بالعفة قال عليك بالعفة والمعنى أن الإنسان يتعفف في كسبه فلا يقول أن هناك جوعا وأنا محتاج ولا يموتن أولادي ولا يتذهبن أسرتي وغير ذلك مما أحيانا يجعله الإنسان عذرا وذريعة لأن يأتي الحرام فإذا كان هذا الجوع على ما أصاب الناس حتى إن الإنسان لا يقدر أن يقوم من الفراش إلى المسجد وإن قدر أن يذهب للمسجد لا يقدر على أن يعود للفراش إذا كانت الحال هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر بقوله فعليك بالعفة فما بالك في حال أدنى وبعض الناس عياذا بالله قد يترخص لأدنى شيء في أن يختلس أو أن يأكل مالا حراما أو أن يرتشي أو أن يفعل ويفعل في طرائق الكسب الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد أو كل لحم بني على السحت فالنار أولى به كل لحم بني على السحت فالنار أولى به والمراد أنه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالشرع وأنصعهم للعباد قال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عليك بالعفة فلا يجفع أنك هذا الجوع ولا يغلب أنك الأمر على أن تطلب المال والمطعم والمشرب من غير حله ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق أمرا ثالثا وفتنة أعظم فقال له كيف أنت يا أب ذر وقتالا يصيب الناس أي احتراب ما بين المسلمين أنفسهم وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء قولوا عليه الصلاة والسلام حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء من هنا أخذ العلماء أن المراد به المدينة لأن المقصود بحجارة الزيت إحدى الحرتين الشرقية أو الغربية اللابتين اللتين تحفاني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن المدينة سهل ما بين حرتين سهل ما بين حرتين فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف أنت وموتا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء فقال قلت الله ورسوله أعلم أي كان جوابه رضي الله عنه أرضاه كما كان جوابه من قبل في مسألتين التين سبقته فقال له صلى الله عليه وسلم إلحق بمن أنت منه أي كن مع إمامك كن مع أهل ديرتك كن مع أهل وطنك كن مع أهل بيتك كن مع الأصل الذي أنت فيه ثم قال أبو ذر يستدرك يتساءل قال يا رسول الله أذل أخذ سيفي فأضرب به من فعل هذا أي من جاء يقاتلنا فقال صلى الله عليه وسلم شاركت القوم إذن إذن لم يصبح لديك مزية وأصبحت أنت إذا شاركت في الفتن بلسانك أو بسنانك أو بجوارحك أو بسلاحك أصبحت واحدا منهم ولم تعد أن تناجيا من الفتن أصبحت أن تموقد فتنة فقال له صلى الله عليه وسلم شاركت القوم إذن فقال يا رسول الله فماذا أفعل قال أدخل بيتك قال أدخل بيتك فاستدرك أبو ذا رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله فإن دخل علي بيتي المعنى أنني دخلت بيتي فررت من الفتن هربت منها لكن أولئك الذين يقومون بالفتنة دخلوا علي البيت فقال له صلى الله عليه وسلم فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف والمعنى أنك لا سطيع أن تقاهم السيف إذا كان قد رفع عليك تجد في نفسك اضطرار لأن تقاتل فألقي طرف ردائك على عينيك لأنك إذا ألقيت طرف ردائك على عينيك حجب عنك شعاع السيف فلا تراه فتقتل دون أن تبصر فلا يجفعنك ذلك إلى المقاتلة فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على عينيك فيبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار أي هذا الذي أجج الفتنة وقتلك يبوء بإثمه ويبوء بإثمه فيكون من أصحاب النار وهذا مختبس كما ترى وتعلم من قول الله عز وجل في خبر قابيل وهبيل في خبر ابني آدم قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وهذا في حال أن يكون من يقوم بالفتنة مسلما مثلنا أما الحرب مع الكفار فهذه شيء آخر الحرب مع الكفار شيء آخر لا يحل للمسلم أن يلقي الطرف ردائي على عينيه ويحتجب على أن يقاتلهم لكن المراد هنا ما يكون بين المسلمين من الاقتتال وقد كتب الله عز وجل أن هذه الأمة بأسها بينها كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والمراد أيها المؤمنون من ذلك كله أن المسلم كلما نأى بنفسه عن مواطن الفتن ولم يشارك فيها لا بلسانه ولا بسنانه وعظم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولم يأتيها إلا بالطريقة الشرعي وهذا ليس له هذا لمن جعله الله جل وعلا وليا للأمر كل ذلك يجعل المؤمن في حصن منيع من أن يصيبه خوف أو فزع يوم القيامة لأنه ما دام قد أمن الناس منه في الدنيا فإن الله عز وجل يرزقه الأمن يوم الوعيد ويدخل في قول الله تبارك اسمه وجل ثناو إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون والمراد من هذا كله أن نفقه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمر بجلاء وعرشد إلى ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن في الزمن الذي تعظم فيه الفتن وتكثر وكلما نعى الإنسان بنفسه عنها كان أقرب إلى رحمة الله ينبغي للمسلم أن يحرص على لحمة المسلمين وعلى اجتماع كلمتهم